وعدت الحكومة الفرنسية السابت بكبح ارتفاع أسعار الكهرباء ومنع ما اسمته بانفجار تكاليف الطاقة وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابات بيرن أن الحكومة فرضت تجميدا لأسعار الغاز سقفا لزيادة أسعار الكهرباء يتمثل في 4% وأكدت بيرن أنه بمجرد انتهاء مهلة سقف التعريفات الجمهورية في نهاية العام الحالي ستجأ الحكومة لاتخاذ إجراءات لدعم الفئات الأكثر هشاشة باستعمال أدوات لتخفيف أسعار الطاقة يمكن للفرنسيين أن يطمئنوا سنخفف الزيادات لندع أسعار الطاقة تنفجر الدولة تحتفظ بآليات للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة سنتخذ إجراءات محددة لدعم الفئات الأكثر هشاشة بالنسبة للأسر الأكثر توضعا ستكون هناك سكوك للطاقة ستساعد أولئك الذين يواجهون صعوب أكبر في دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم خلال العام